والدعوة سمي النمى من غير أمل تصعب باب السماء كلما غرقتل وغرق والدعوة سمي النمى من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كرمت الآن هو اللي بيقرب وأن يكشف الله عنه وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغلاء والغباء أنه قريب المجيب الدعاء اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم قوهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم اشف المصابين فيهم اللهم إنا نسألك أن ترن في قدرتك على نصرتهم آيات معجزتك وعلامات قدرتك اللهم اشف صدورنا يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا اللهم إنا نسألك العفو العافية لهم في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تسامحنا على ما قصرنا فيهم إنك أنت السميع العليم وصل لهم وسلم وبارك على سيدك كاشف الهمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أخوة الإيمان والإسلام لقاء طيب مبارك نسأل الله عز وجل أن يشرفنا فيه بصحبة أهل العلم والعلماء نبدأ فيه بتحية العلماء الذين شرفون في هذا اللقاء وأبدأ بأخ الكريم فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا مولانا جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ومرة أخرى نتشرف بأخينا الذي انضم إلى كوكبة أكاديمية لعلم يفقهون فضيلة الدكتور العلامة الدكتور سيد عبد الباري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا سيدي يعني الناس الحقيقة كثرت أسئلتهم عنك وطالبوا بإلحاح أن تكون معنا يعني كثيرا أحبوك من أول طلعة وأول وجه ربني خليه وآخيرا وليس آخرا الذي طال استياقنا إلى رؤياته الطيبة المباركة الصديق اللدود الفضيلة العلامة الكبير الدكتور أشرف الفيل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مرحبا يا مولانا ربنا يكرمك الله يرضى عنك ويكرمك يا رب أيكم يا مولانا صح اللدود دي لغة يعني سعد يقضيها في الحتة الوحشة بس هيا احنا أخذيها في الحتة الحلوة يعني الألد متهيئة لهو الألفق لا الشديد الألد تطلق مع الخصومة ويتقال فيها الشديد الخصوم فممكن الناس يفهموا أن دي خصومة اللي بيفهموا تقول لغة العربية بس طب معنى كده بتقول لغة العربية هل ينفعون أو هو يعني فيه ألد الخصوم ألد المحبة مثلا ألد التواصل ألد العطاء ألد العطاء مثلا هيألي وإلا تصمع لا لأنها يعني اقترنت بمسألة الخصوم وغيري بهذا فعشان كده الكلمة نفسها من السماع ارتبطت بمسألة الخصوم أما بمسألة ممكن بدل الألد يعني تبقى الودود لأن فيما بيني وبينك مودة وحبني على الله سبحانه وتعالى فيبقى فيها ود ومحبة وتكون دي برضو أفضل عشان بس تشوف إحنا عندنا اللغة بنت المحكاة اللغة بنت المحكاة فممكن أقول فهمني الجملة دي معناي عشان أستاذ المشاهدين حتى يستمتعوا بالمعنى ده طبيعة الناس حسب طريقة اللفظ اللي أنا بقوله هو مفهوم من صديقي الألد يعني اللي هو ملتصق بي الحميم مش اللي مخصمني يعني احنا مش بنتكلم في المحكاة عارفين يا جماعة فضيلة الدكتور أشرف الفيل قال كلمة يعني تحتاج إلى محضرات شرح لأنها في منتال أهمية اللغة بنت المحكاة يعني معنى كده أعتقد أنه محكاة طريقة ما وأنا بتكلم في اللغة بتدي معنى مختلف أه هو المقصود كلام حادتك واضح منه طلع من قلبك بيدي معنى الود والمحبة كل الدنيا فهمة كده محاش يفهم ان احنا متخصمين طب لو احنا في بيننا خصام والشجار وخماءات طب أنا جاية أعود معك ازاي وهذا فهو المفهوم هذا زي ما لأقولت مثالي يعني لأقولت باشا أنا استيقظته من النوم فجلسته في البلكونة وقرأته الجرنان وكذا فبلكونة مسا كلمة أجنبية وليس كلمة عربية أنجليزية بلكوني اللي هي الشرفة والجرنان كلمة ليست عربية وهكذا لكن فهمة للناس ان انا جلست في الشرفة اللي هم مش فهمين بقى اللغة العربية الفصحى ان انا جلست في الشرفة وان انا خلط الصحيح وده اللي بعملوا مجمع اللغة العربية بانهم ياخدوا بعض الألفاظ التي تداولها الناس وجرت على ألسنتين بردى وتسليم لمعنى معين وعربوها وضموها للغة العربية زي كلمة ساندويتش ساندويتش ده نفذ غير عربي فاكس اللغة العربية نسوخ انت لو طرح ده ابعت لي نسوخ مش شايف هم حاجة ايوة صح ابعت لك الورقة عن نسوخ اللي بيقوم بعملات النسخ شوف ازاي مش شايف هم حاجة ممكن متراديو تقالت عن مزياع راديو اه بالطبط مش كده بس هو الالد الالد في اللغة هو شديد الخصومة اينا طيب النبي عليه السلام يقول ان ابغضى الناس الى الله الالد الخصم فالالد اي شديد الخصومة طب والخصم على وزن فعل اي دائم الخصومة لا ينقطع عنها ابدا اه فهي الالد هي خلاص صارت من عالما على الخصومة والقرهية منه اللدد يا مولانا اللدد يعني في اخذ ورد اخذ ورد جدل جدل يعني بلا انقطع اه كان النبي عليه الصلاة والسلام عند مرضه كان من عادة العرب ان يضعوا اللد في فم المريض اذا مرض من باب الشفاء يعني وضع الدواء بطريقة معينة فيها صعوبة اوي فهو اللدد من الصعوبة من الحزونة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يذهب في سكرة الموت لا تلدوني انهاكم عن اللد الله 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 لا تلدوني انهاكم عن اللد يعني ايه با يعني ما تحطولوش الدواء سبن عني وتعودوا تتحيلوا على الموضوع وتدخلولي في بقى حاجة انا مش عاوزها ما تعملوليش الحكاية دي وده دليل على عدم جواز اكراه المريض على تعاطي الدواء فقام صلى الله عليه وسلم من سكرة الموت فوجده ان هناك يعني شيئا من بقية الدواء فقال الم انهاكم ان تلدوني لا يبقى رجل في الغرفة الا لد loh آه اللي العباس وهو عمر يسر إكراما لسيدنا العباس عليه السلام صلى الله عليه وسلم فكان من عادة الصحابة رضي الله عنه اه اختيار الالطف في الكلمات يعني من باب اللغة بنت Remove اختيار الألطف فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا العباس لسيدنا العباس له مع سيدنا النبي في اللغة كلمة أخرى كانت في بدر من باب المحاكاة يعني كانت في بدر كان العباس قد أسر رضي الله عنه وأرضاه وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الفداء من كل الناس فقال ادفع يا عباس فقال كنت قد أسلمت قبل يا ابن أخي قال لم تسلم وانت أسرت وعليك الفدية قال يعلم الله أني كنت مسلما فأنزل الله يا أيها النبي يقول لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيراً أيديناً يؤتكم خيراً أي مالاً مما أخذ منكم ويغفر لكم ادفع يا عباس قال والله ما عنديش هذه الشغرانة الإسلام ما جابتش ففي الثاني أل ما عنديش فقال جبريل لرسول الله أخبره عن المال الذي خبأه عند أم الفضل زكتف أي وزكتف في مكة فقال يا عم ألم تعطي أم الفضل مالاً وقلت لها إن كان كذا وكذا من أمر بدر والناس فقال لا زال الله يزيدنا يقيناً بك يا ابن أخي أنت نبي يعني نبي الكلام ده محبش أعرفه فلما وجد الأنصار لدداً بين النبي والعباس جدلاً في موضوع مش لديه يخلص ادفع أنا أسلمت ما مشاتش ادفع ما عنديش ادفع فقال الأنصار من باب المحاكبة أو اللطف اترك لنا فداء ابن أختنا العباس الله 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 فلم يقولوا اترك لنا فداء عمك والأقرب العمومة من الخقولة فأثبتوا نسب إليهم لألا يكون منن على رسول الله اللهم يبقى عمك فيبقى ايه اترك لنا فداء عمك فكانت المنة على رسول الله قال اترك لنا فداء ابن أختنا العباس الله 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 ودفعوا من باب لا اللي عجبني في الكلام حكتين اتنين طبعاً دي نقطة حكلم فيها بعد شوية بس مش عاوز أفوت حتة اللغة دي طبعاً هقول لك النقطة اللي حكلم فيها بعد شوية عشان تبقوا عارفينها ايه هو الحديث خلنا ياخد بالي انه الصحابة كانت فيهم صفات ما استطاعوا ان يتخلوا عنها رغم صحباتهم للرسول الله سلام طبعاً فالعصبي عصبي والكريم كريم طبعاً واللي بيحب المال بيحب المال هشوف ازاي يعني سيدنا العباس كان معروف عنه اغنى واحد حبه للمال عليه السلام الله النفس الانسانية النفس البشرية هي نفس بشرية ها يعني تخيلوا مين موسى ابن عمران عليه السلام كليم الله سلام الله عليه رئيس انبياء بني اسرائيل نعم هو هو وكلم الله موسى تكليمه وقربناه نجية واصطنعتك لنفسي يعني حاجة عظيمة ايه سيدنا موسى يقولك ايه ولما سكت عن موسى الغضب الغضب اللي كان غضبان ولا يقلق رجع موسى اليكم غضبان اسفاً يعني الصفات الانسانية بنلمحها في الصفات النبوية غضبان ففي نبي ففي نبي بنلقاه عصبي جداً غضبان ده غضبان ده الكلمة عندنا اللي ميزانها الصرفي على وزن فعلان ألف ونور بتدل على وبلوغ الشيء إلى منتهاء يعني غضب غير غضبان بس هو غضب غضب لرسالة ربه ولعبادة بني إسرائيل يعني لم تكن غضبة للدنيا أصله أصله لما نقول أنه غضب النبي عليه الصلاة والسلام فذي كأنها صفة النبي غضب أيه أنا عارف طبعاً والموقفين اتنين جميل موقف لربنا وموقف لابنتي باعتبارها أب أنا بغضب لبنتي والوحي والوحي أير طالب قال من أغضبها فقد أغضبني نعم يريبوني ما ما رباها ويؤذيني ما أذاه بنتي لكنه هو لما غضب هنا غضب من مقام النبوة ولا مقام الأبوة الأبوة لأنه أنا إني لا أحل وحراماً ولا أحرم وحلالاً يبقى في غضب لا أستنى والنبوة أيضاً أيه طبعاً طبعاً عجبك كده ديك فتحت علينا ببعي الموقف لا 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 أعوز بالله لا والنبوة أيضاً غضبه في موقف فاطمة رضي الله عنها مبوة النبوة أيضاً لأنه قال هكذا كيف يجمع بين بنت حبيب الله وبنت عدو الله لا يشتقص رجل واحد يعني هذا أبسها أبوني أشح للناس النقطة دي النقطة وإن سيدنا علي في يوم من الأيام فكر إنه يتجوز على مراته مراته كانت مين يا جماعة بنت سيدنا النبي الله ما صلي على الله يعني كان حماه سيدنا رسول الله أنعم به من حما صلى الله عليه وسلم وقرر سيدنا علي إنه يتجوز على ستنا فاطمة السؤال كالآتي هل وفق النبي ورحب بذلك أدي واحد اتنين هل استأذن حماه قبل أن يفعل ده مهم جدا تلاتة هل وفق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة أم لم يوافق عليها أربعة هل يدخل هذا في باب الاشتراطات التعاقدية أم في باب الأحكام الشرعية نسمع الشيخ أشرف دكتور أشرف حيمتعنا بالمسألة دي ويقول لنا النبي عمل إيه لما عرف أن سيدنا علي عاوز يتجوز على بنته النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ربى سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقد تربى سيدنا علي في بيت النبوة وسيدنا علي بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كل ده كلام متفق عليه لما أرد سيدنا علي أن يتزوج من امرأة أخرى كانت هذه المرأة التي أراد أن يتزوجها هي بنت أبي لهب بنت أبي جحل يعني هو ده كان هو ده المقصد الرفض بتاع النبي عليه الصلاة والسلام إنه بينما يعني لو سيدنا علي اختاره واحدة تانية غيرها كان النبي وافق كان وافق عليه ده رأيك أي نعم رأي شيخ رمضان عارف أنت بتضحك عشان هو كده كأنه أعنف حفرة بس لما وقعت محنا أرزين نستمتع لا لا سواءاتش إزاي تفضل يا دكتور سيد دكتور سيد عبدالباري حيقول لنا دلوقتي الرد على الدكتور أشرف هل النبي عليه الصلاة والسلام رفض عشان دي بنت أبو جهل يعني هذي العلة الوحيدة ولا فيها أسباب تانية تسمحونا نشوف هذي العلة مع الدكتور سيد عبدالباري عندما يقضح زينادة فكره بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا مؤسسة دينية عن بقرة أبيها يعني دائما وأبدا تضرب المثل تلو المثل على المواقف الوطنية والدينية والقومية الحقيقية الصادقة في مجتمعنا تقود المشهد الديني والانتمائي لعروبتنا وإسلامنا بشكل صحيح أبقول الكلام ده علشان الحقيقة في حدث مهم جدا أن معالي وزير الأوقاف السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة ومفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوق علام كلاهما ومعهما صحبة من السادة العلماء ذهب يدعمان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في مواقفه الصادقة الجريئة القوية اتجاه القضية الفلسطينية واللي بتتمثل برفض الاستهداف للنساء والأطفال وأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وده الحياة فعلا قام به معالي الأستاذ الدكتور مختار جمعة ومعه الدكتور شوق علام زي ما حضراتكم شايفين مفتي الجمهورية على رأس وفد من قيادات الوزارة بيدم الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور محمد عزة أمين عام المجلس الأعلى شؤون الإسلامية والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والدكتور نوح العسوي وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير قاموا بزيارة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتأكيد دعمهم لمواقف فضيلاته اتجاه القضية الفلسطينية وأكد معالي وزير الأوقاف عاقب اللقاء على المواقف السابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لتصفية قضيتهم وأن سيناء خط أحمر كما أكد على رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل وسياسة الحصار والتجويع مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة هذا هو اللقاء الذي حدث في المشيخة واللقاء المشرف الذي يدل على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأزهر الشريف ورجال الأزهر الشريف إنما الشاهد الأهم اللي يعنيني في المسألة وعاوز أوصله لكم من خلال هذا اللقاء إن المؤسسة الدينية كلها لحمة واحدة تحت قيادة الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الذي نبايعه على السمع والطاعة في شؤون ديننا وفي شؤون أزهرنا وعلى ثقتنا الكاملة بقياداته للأزهر الشريف فالحقيقة أحسن وزير الأوقاف صنعا كالعادة في مواقفه الجريئة والتي تأتي في توقيتها المناسب وفضيلة الإمام المفتي الدكتور شاو إعلام كلاهما الحقيقة ومن معهما من العلماء أمر من الأمور المشرفة هذه اللحمة وهذا التكاتف والتلاحم ويعني تلك المواقف الصلبة الجريئة جزاهم الله ألف خير طول عمر الأزهر كده يا مولانا علماء رحم بين أهلي العلم رحم بين أهلي شوف نبقى في قاعات الدراسة نتبنى أراء فقية مختلفة هذا حنفي المذهب هذا ملكي المذهب هذا شفعي المذهب هذا حنبالي المذهب لكن الأساس كله إن إحنا في حب الوطن في القضايا الإسلامية في القضايا العقدية كلنا على قلب رجل واحد أنا عاوزة طمن السادة المشاهدين بقولهم إيه اختلافك مع العالم لا يزيدك منه إلا قربا طمنوا العالم العالم عندنا بيعرف إيه إن إنت كل ما تختلف معاه كل ما بتلتحم روحك بيه وكل ما بتقرب منه لإنه إنت بتفتح ليه أبواب علم ما فيش حد فينا يا جماعة بيدعي إن هو منتهى العلم أو منتهى الزبط هو الشفعي أبو أبو حنيفة لا لا بس الشفعي له مذهب وأبو حنيفه له مذهب نعم طب ليه الشفعي يقول الناس وعيال في الفقه على أبي حنيفة رضي الله عنه مؤردنا شوف ده إحنا مجيش حاجة إحنا إحنا شغالين بيجهد وتعب أبو حنيفة أول ما تلاقي عالم بيكرح عالم يبقى كلا أحد أو بيقدح فيه أو يبقى انتفت عنه صفة العلم عندنا على طول الشفعي يقول لي عن مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب شوف الله 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 دول أهل العلم رضي الله عنه هو القضايا فيها مد وجزر نعم يعني ربما نختلف في الفقه ربما نختلف في الاستدلال على العقائد ربما في الأشاعر والماتوردية ربما نختلف في المذاهب الفقه ربما نختلف في المذاهب السلوكية حرك بتذكر الله بالطريقة الفلانية بتذكر الله بالطريقة الفلانية تتقرب إلى الله بالمنهج الفلاني ربما مد وجزر لكن فيه قضايا لا تحتمل المد والجزر أيوة قضايا سابتة قضية الوطن الله عليك قضية الوطن هتروح فيها فين أصله لو ما فيش وطن يبقى لا حتذكر الله ولا حتعتقد اعتقاد سليم ولا حتعبد الله بمنهج فقه ولا حيكون لقيمة في الحياة هتبقى ذرة لا هيبقى لا في عبادة ولا رزق هتبقى عبادة أنه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام يجب أن في بلد دي عصى ينفى عمسك العصى من نص في قضية الوطن لا هذه قضية ثابتة أصله حضرتك الذي بلا وطن تافه على ضفاف مجرى الحياة حقي مثلا هيروف فين هيصلي فين كيف يأمن على نفسه وكيف يأمن على دينه وكيف يأمن على اعتقاده محتاج وعاء محتاج وطن سيدنا عليك أن يقول أنا أعجب لمن قام من النوم ولم يجد قوت يومه كيف لا يشهر سيفه على الناس ده مجرد أنه عايش قلق ما لو عايش من غير صبح منهم عنده مشكلة فبقولك أنه عنده صبر يعني ده رجل عظيم جدا 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 فرده اللي معندهش وطن أنت بتعذره بتعذره لأنه عنده اضطراب فكري طب هل فيه إنسان معندهش وطن ده سؤال برضو وجيه مين ده اللي معندهش وطن أخرج من وطن أو أخرجه نفسه لا أصله أخرجه نفسه ما يبقاش ما يبقاش طبيعي لا ما يبقى فيه مشكلة ليه ما فيه مشكلة لأنه أصله أنا لا يمكن أختلف مع بطني أختلف إزاي بلدي وإنجارة علي عزيزة لا مع حضرتك ما فيش اختلاف خالص لا ده 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 ممتنع ولا تستدل بالهجرة على ذلك الهجرة ده أمر إلهي لبلاغ دين لبلاغ دين يعني لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مخاصما مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا دعوة يعني أنا بلاحظ الآية المولى سبحانه وتعالى بيقولك في ناس ما تستهلش الوطن بنص الآية إيه يا الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من إيه من الوطن يعني من الوطن من الوطن الأرض هنا الوطن أصله جعل شوف يا سيدي طب نسيب الآية دي صنط كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام يعني جعل عقوبة زاجرة في الشريعة الإسلامية لمن وقع في فاحشة أن يبعد عن الوطن يعني دي إذا عاد حمد الله سبحانه وتعالى وانضبطت سلوكه يعني يعني عذاب أنت متخز وأي عذاب عذاب لا يحس به إلا من استلى بمتاعبه أعوذ بالله لا يشعر به إلا من ذاقه فنعمة الوطن في مسألة أنك تعيش آمن في وطنك آمن على حياتك مهما كانت المشاق يتبقى إيه المشاق يعني أصله الخروج من الوطن والاستلاء بنار عذاب غير الوطن لا يسوي شيء في جلوسك في الوطن آمن آمن على نفسك يعني محاولات تهجير اللي بيعملوها لأهلنا في غزة يعني محاولات دنيئة ولا تتصف أبدا بأي نوع من نوع الإنسانية وتتنافى مع حقوق الإنسان وهي انطلط على أهلنا في غزة أصلية جات لي أدك ده وطن ده أنا أموت فيها أكرم لي من أنه نخرج نعم أسمو أبسخر فضل المسألة دي مولانا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر مكة إلى المدينة كان هذا أمر توقيفي ولا كان برغبته هو توقيفي توقيفي من الله سبحانه فضل مع أن هذا أمر توقيفي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة نظر إليها باكيا قال لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أنت عن نفسك أنا بالنسبة أنت في قلبي أنا مش قادر أتخيل معنا مفهوم الكلام مش قادر أتخيل لأن حسيبك ومشي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت يبقى إذن يستفاد من ذلك لما تكلم على مسألة الهجرة لا يستدل بها نحن لا نستدل على هجرة الأنبياء بأن ذلك إخراجهم من الوطن لا يستدلوا بها لا أقصدوا هذا وإنما أقصد أن هجرة الأنبياء إنما هي سنة من سنن الأنبياء فآمن له لوطن وقال إلي مهاجر لماذا يا مولان؟ لماذا؟ لبلاغ دعوته أي نعم سبب الخروج أي نعم لو بلغت دعوته في هذه البلدة ما خرج صحيح خلاص يعني البلدة كبيوتات وكجبال وكما فيش مشكلة غاضبة إذن هي كأنها سنة الأنبياء يعني معنى ذلك أنه يريد الله صحيح تعالى أن يبين أن النبي ليس مجاله أن تكون دعوته في هذه المنطقة فقط أو لو إن فشلت الدعوة في هذه المنطقة يعني من لم تؤتي الثمارها فيروح لمكانتين طب وإن أتت بثمارها برضو وناس كلها داخلت في الدين طب يروح برضو لمكانتين فإذن كأنها سنة من سنة الأنبياء وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربهم طبعا فحضرت مسألة الإخراج دي مسألة لها أشياء أخرى ولذلك طمأن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن الله نبيه صلى الله عليه وسلم على موضوع مكة بالذات فيما نزل إحنا عندنا قرآن مكة وقرآن إيه مدني قرآن المكة ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل على الهجرة هل هناك لا مكة لا مدني؟ لا فيه فيه ثلاث مواضع فيه ثلاثة مواضع نزلوا نقول أثناء الهجرة وفيهما نزل في السماء لا مكة لمدني في الأرض لمكة لمدني هنا دلاشت تفرعات الدقيقة دي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فعند الجحفة لما بلغ الجحفة أنزل الله إن الذي فرض عليك القرآن لغادك إلى مكة لما شاف الطريق اللي ترجعه تاني مكة أيوة تمام أيوة الجحفة أل ولما خرج بعد الجحفة قال وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك مهم فلا ناصر دانا عجبني جدا القرآن هو بيكلم بني إسرائيل بيقولهم إيه وإذ أخذنا مثقاكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرارتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تخترون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإسم والعدوان وإيه يأتوكم أسرة فادوم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء وما يفعل ذلك منكم إلا خيزهم في الحياة الدنيا وما القيامة يردون إلى شد العزاب وما الله بغفر عما تعملون الشاهد إيه؟ الشاهد أن ربنا بيقول بأنا أنعمت عليكم أكبر نعمة أني خلت لكم وطن فما تحاولوش تفرطوا فيه وما تخرجوش حد منكم من الأوطان أبدا بأي حامل أحوال فبنوا قينقاعوا وبنوا قريزة وبنوا نظير ألبوا على بعض وحربوا بعض وأصروا يا أخي فعلا الآية دي موجهة لليهود وترجع تاني الآية في واقعنا المعاش توجه إلى اليهود ربنا بيقول ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أنفسكم إخوانكم أيو أخوانكم في البشرية كأنك إنت لو اعتديت على نفس بشرية إنت اعتديت على نفسك صحيح فمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميع شوف كمان يا مولانة القرآن قال لك إمتى تعلن راية الحرب على حد إحنا مسالمين مع الناس كلها قال إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وإيه واخرجوكم إنما ينهاكم الله أيوة ربنا بينهانا وبحضرنا أن إحنا نتعامل معه عن الذين قتلوكم في الدين وإيه كمان واخرجوكم من دياركم وظهروا لأنه بيعتبر الندية من أكبر العقوب من أكبر المصائب سوى هي تسوية بين النفس وقتلها وبين الإخراج بالوضع ولو أن كتبنا عليهم أن أقتلوا أنفسكم أو يخرجوا يا سلامة يا سلامة لا 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 عشر خطري دي تاني دي دكتور سين جليها ووضحها أيها المشاهدون الكرام الحقيقة يعني أنا شخصيا استفدت من هذا الملمح جدا اسمع هذا الشرح فضل سوى الله سبحانه وتعالى في القرآن بين الحفاظ على الأنفس وبين الإخراج من الأوطان وبين الحفاظ على الأوطان الحفاظ على الأوطان طبعا فالموت يساوي الإخراج من الأوطان فقال ولو أنا كتبنا عليكم أن يقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فالإمام الرازي يقول فسوى هنا بين الحياة والوطن بين القتل والإخراج من الوطن من اللي يذوق زارك وأنا عايز أقول لحضرتك يعني أنت لو ربنا بيقول لو أنا طلبت منك أنك تأتي نفسك حتقدر ربنا بيقول مش كلكم حتقدر طيب فهمنا الكلمة خلاص قال لك لا تعالى هنا ولو قلتلك برضو أخرج من وطنك حتقدر مش كلكم حتقدر نفس الشيء زي القتل قليل جدا اللي يقدر يعمل حاجة زي كده استجابة لله هو المشكلة حضرتك في مسألة الشعور بالوطن من كثرة ما تكلم الناس في القضية يعني من له ومن ليس له فكأنها لاكتها الألسنة الوطن بقى تكلمة كأنها خفل لا تكلمة شرعية فخيمة فاخرة أقرتها الشرائع وأقرتها الفطر يا نهى ربي يا مولانا في مسجد رسول الله في الجلسة بتاعت سيدنا النبي تخيلوا الصحابة قعدين مع سيدنا النبي فأقول لك إيه بلال الحبشي وسلمان الفارسي ما استغناش عن كلمة الفارسي دي ما تقوله أنا سلمان بن الإسلام وخلاص وصهايب الرومي ونسيبة بنت كعب الأنصارية وماريا القبطية يا راجل يدخل بيت النبي واحدة من مصر من مصر ماريا المصرية ماريا القبطية عن المصرية والتنها اسمها ماريا المصرية نتغير شيء ماريا القبطية وحبتك الأصحاب المذاهب وعلماء المسلمين صارت بهم الركبان وهو فلان بن فلان المصري فلان بن فلان البغدادي فلان بن فلان الكوفي طب في قسم بالوطن أو مال لا أقسمه بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد يعني القرآن بيقسم بالوطن انت فاهم يعني إيه ربنا بيقسم بيقول لا أقسم لا هنا بمعنى أقسم لا هنا قسمية للقسم وليست لنا في القسم والله يقسم لماذا لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى يعني هو القسم لا يكون إلا بالله أو باسم من أسماء وصفة من صفاتك ما لا يخفى على أحد لكن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه والفجر والليل والدوحة والتين لا أقسم بيوم القيامة للتعظيم والتفخيم واستقرار المفهوم في نفوس البشر نعم الاستقرار المفهوم في نفوس البشر الله عظيم لا يقسم إلا بعظيم فطالما أقسم بالوطن أو البلد يبقى دي عظيمة فأي فخامة للأوطان جعلت القرآن يقسم بها مبجلا لها رافعا منها وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي أخوة الإيمان والإسلام ما زال سؤال مطروحا هل كان رفض النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لزواج علي على ابنته رفضا بسبب عدم تكافؤ النسب لأن التي كان يريد علي أن يتزواج منها هي ابنة أبي جهل كما أوردت الروايات أم أن هناك سبب آخر يدلون عليه فضيلة الدكتور سيد عبد الباري حفظه الله بعدما يرد على الدكتور أشرف حفظه الله واستمع لهما الشيخ رمضان بارك الله فيه ودار الحوار الشيخ خالد الجندي أكرمه الله فاصل ونواصل ابقوا معنا في الفاصل بقول لهم أنا عندي مشكلة قالوا لي إيه؟ قلت لهم أنا بحبكم وأتمنى أن أنا مش عاوز أسيبكم خالص عاوزين كل ما عد معهم الجلسة جلسة العلماء المجلس كله خير الترفة المعلومة الخبر اللي بيقولوه كل حاجة بيقولوها فيها فايدة لغوية ترفة شرعية معلومة تفسيرية معلومة شعرية اللفظ أدبي كلمة من هذا الكتاب أو من ذاك متعة فبقولوهم يا ترى يا جماعة إن رزقان الله الجنة نسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا يا ربنا أهل الجنة هتبقى الجلسات برضو كده حلوة كده علمية ونقعد نتعلم مع بعض ونتكلم مع بعض وبعدين قلت لهم طب ممكن يبقى في الجنة في كتب الشيخ خالد بقولي يا حضرات إيه أنا عمري ما يسعفنيش إن أنا أرى كل الكتب آه طبعا حتى في حاجة البرزح كده نص في اليوم كتاب لا طلع ولا نسبية في البرزح كده في شوية كتب قلت له شيخ خالد معاك ربنا يا والله الدكتور سعيد قالوا إيه دا يا مولانا المتكينة فيها على الأرائق نفضليني أرى كتب بقى سعيتها متعة أصلا فعلا هل في الجنة ممكن يبقى فيه كتب يا شيخ سيد وشيخ أشرف الكتب عمل الكتب عمل لا ولا علم والعلم إلا ما يأتي بالعمل فلا قيمة لها ماشي نفسي ولا يمكن أن يتخيل ما في الجنة يعني إذا كان في الدنيا كتب فالجنة لا يمكن أن يكون فيها كتب طب أنا عندي حديث بقى أني ممكن يبقى في الجنة كتب وأنا عندي آية أني ممكن يبقى في الجنة كتب طب هاتو ابدأ إنت لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوه ما هو مش هيبقى فيه شهوة للقراءة لا حيبا فيه اهو شو بيقولك اهو عشان انت مش تهي القراءة هيبقى فيه شاء والقراءة اه حيبقى فيه انا حر يعني ماذا لو اشتهى الكتب هتجيل ولا لا ماشي هو يعني لو اشتهى الكتب هتجيل قولنا الحديث يا شكار زي الفكهة لو اشتهيتها هتجيل هو لو رأى جريا الانهار والجلوسة تحت الاشجار ومجالسة النبي المختار ورؤية العزيز الجبار دي سيبا في كتب مش عارف بعد رؤية العزيز الجبار الرحمن الرحيم جل جل ومجالسة الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم لا مقارنة بينهما وبين اي جار ولكن المقارنة الان تكون فيما تصر به النفوس وتنبلج له العقول وتشريئب له القلوب وتتطاير له الرموس انت مش توقع منك وهو تقليب الصفحات ورؤية السطور والكلمات من اجل ماذا من اجل متعة تعلقت بها في الدنيا والدليل على ذلك وهي العلم وزيادته نعم طب ما انت معك العليم سبحانه وتعالى جل وعلا ومعك من علمه الله تلززك بالنظر الى وجهه يغنيك عن سؤاله نعم تلززك بالنظر الى وجهه يغنيك عن سؤاله نعم بسي عايزة خير قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة لم يكن متحدثة ومتكلمة اسمع معي الى هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مزارع ايو استأذن ربه في الزرع عمل ايه الشيخ الرجل استأذن ربه في الزرع استأذن ربنا قال له انا انت بقى استأذن في الفوت انا عاوز ازرع يعني ربنا بيقول له يعني تمنى علي الرجل جيه من الايام يا جماعة معلومة غريبة جدا يمكن اول مرة تسمعوه بس الشيخ عارفين الحديث فالرجل طلب من ربنا قال له انا كنت فلاح مزارع وبحب الزرع فربنا قال له الم اعطيك ما طلبت الم اعطيك ما اشتهيت قال له بلى يا رب ولكني احب الزرع قال فلك ذلك على ان تحصد في يوم ما تزرعه في عام يعني خد حتى واحد من الصحابة قاعد من السمع الحديث اعرابي سمع الحديث بيقول له يا رسول الله اظنه ليس من الاوسي ولا من الخزرج نحن لاشأنا لنا في الزرع يعني احنا احنا كفلاحين احنا فعلا بنحب الزرع الرجل اشتهى الخيل يا سيدنا ايوه الرجل اشتهى الخيل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هل في الجنة خيل قال ولها اجنحة تطير بك حيث تشاء الله اكبر الله مين يوشهدك ان يحب الكتب فربنا يرزقنا الكتب نقعد نستمع يرزقك لو سمعتك كده يرزق يرجعنا من اهل الجنة نعمة ما قلتناش بقى سيدنا علي وصل لحد فيه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما اطلب انه او نوى ان يتزوج على ستنا فاطمة فالنبي رفض رفض ليه النبي سيدنا الشيخ سيد الشيخ اشرف قال لان عدم التكافؤ دي بنت ابو جهل ودي وفاطمة بنت النبي فبنت النبي ما تكتمعش مع بنت ابو جهل في مكان او في سقف واحد فالشيخ خالد سأله السؤال قال له يعني لو دي مش بنت ابو جهل كان موضوح يتم عادي فيرد بقى الدكتور سيد شوف حضرتك اختيار حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدور بين الصواب والخطأ حاشاه بل يدور بين الكامل والاكمل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يدور بين الخير والاخير فما عندناش في اختيارات النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما يقول عدل الوحي لرسول الله لم يعد الوحي لرسول الله حاشاه عن خطأ من خطأ انما اختيارات النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت صوابا فيه جميل وفيه اجمل ايه نعم ان الله سبحانه وتعالى عصمه صلى الله عليه وسلم كان بيحب صورة الاعلى ليه فبشرطين قال له ونيسرك لليسرة انت ايمين على طول سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله خلاص الموضوع يعني اخرجه من حيز عقلك صلى الله عليه وسلم فاطمأن النبي للقرآن واطمأن ان اختياراته على طول ميسرة لليسرة نسقط بقى هذا نسقط على ذلك نعم فسيدنا الامام علي رضي الله عنه وارضاه احب السيدة فاطمة وتزوجه وقرة العين وسيدنا النبي خاد منه اجمل مهر اجمل مهر درعه انا ما في بدر اه درع اين الحطمية ماذا تصنع فاطمة بالدرع هي اغلى ما تملك فاعطاها الدرع ثم بدى لسيدنا علي لانه من طبيعتهم وشأنهم وامور حياتهم ومعاشهم امور متاحة ومباحة ان يتزوج الانسان خنت اعرفهم اعرف وتقاليد بلا اي نكير وذلك شائع في السادة الصحابة وفي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فاراد ان يتزوج فوقف النبي عليه الصلاة والسلام هنا وقفة وقفة الابي ووقفة النبي اما وقفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا احل حراما ولا احرم حلالا صلى الله عليه وسلم وقال كيف تجتمع بنت عدو الله وبنت نبي الله تحت في سقف واحد او تحت رجل واحد لكن لم يألم لما منع ذلك فانت بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام كنا اختار ايوة نعم لو ان الامر من باب الغضبة غضبة الابي لان السيدة فاطمة غضبت لعدل الوحي المسار كما تدخل الوحي وعدل قبل ذلك عدل في شأن الاسرى اللولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم اذا كان هناك من الله سبحانه وتعالى فاختيارات فاذا لقيت من الذينك فضرب الرقاب اختيارات فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واختار الوحي شيئا اكمل من الاختيار النبوي فعدد لو كان اختيار النبي عليه الصلاة والسلام هنا فاضلا واراد الوحي ان يكون افضلا لصوب الوحي لرسول الله لكن الوحي سكب ولم يتكلم يبقى احنا بنظور الان بين غضبة النبي عليه الصلاة والسلام لغضبة السيدة الفاطمة وقال يؤذيني ما يؤذيها يريبني ما يريبها فاطمة بضعة مني وبين أنه لا يحل أن تأتي بنت أحد أعديل قال يعني لو علي طلق ابنتي وتزوج بنت أبي الجهل هو لم ينكر عليه ذلك اشرح لي الدكتور الرمضان اشرح لي عاوز يقول لي الدكتور السيد قال أنه لو ده أمر من باب النبوة وارتأ الوحي أنه قرار النبي في شيء لكن صوبه يبقى مش أمر النبوة يعني عاوز يقول أمر النبوة لا مش أمر النبوة لا أمر النبوة لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد ليه لأنه فاطمة قالت له أكون محامل طرف الآخر ليه لأنه فاطمة عليها صلاة الله وسلام قالت للنبي جملة تين اتنين جملة إنها خشيت على دينها خشيت أن تفتن في دينها والجملة الثانية اللي قالتها للنبي برضو اللي هزت وجدان النبي كأب لما دخلت عليه باكية وقالت له يقولون أنك لا تغار لبناتك بيقولون أنك مش بتغير علينا يبقى أنت وضحت كده يا دكتور المضرم القرآن قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر بعد جدا لا المسألة ليست عصم الكوافر أدي واحد رقم اتنين بنت أبو جهل وبنت النبي صلى الله عليه وسلم كلتا هما مسلمتين ما فيش كلام إنما هذي ابنة رسول الله ألا بيت رسول الله على عيني وعلى راسي ودي مش من ألا بيت رسول الله فليست هناك مساواة مع ألا بيت رسول الله أبدا بأي حال محوال لكن عاوز أقول إن كان عدم التكافؤ لأنها بنت فلان الفلاني الإسلام كل الصحابة كلهم أولاد كفار رملة بنت أبي صفيان أم حبيبة صفية كانت زوجة النبي زوجة النبي وأبو صفيان عدو النبي وصفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها زعيم اليهود وهي الصحابة عدم التكافؤ هنا وجوايرية بنت الحارس بن أبي ضرار تمام يبقى نقول للناس إن عدم التكافؤ قضية غير واضحة هنا في الحديثة الحديثة مش قضية عدم تكافؤ القضية قضية أب يغاره على ابنتي والوحي شكت لفعلي يبقى من المباحات طبعا يبقى الغيرة طبعا البشرية الإنسانية أمر طبعا وده بيؤكد إنه يعني ما تزعلش من ست لو قالت أنا رفض النجوز يتجاوز عليها حقا ما تقولش إن الست دي عاصية لله ورسوله أنت كده يا أختاه بتخالفين شرع الله لا يا أختاه ما بتخالفش شرع الله أنت اللي بتخالف شرع الله لا ترغمها على ما تكره هي حرة هي تكره ذلك نشانا وأبوها يكره ذلك فده درس مهم جدا إنه من حق الأب إنه يرفض إن بنته حد يتجاوز عليها بخصر شديد طبعا بس في موقف نقطتين بس في العجالة موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان موقفا نبويا من النبي عليه الصلاة والسلام يلفط به الأنظار إلى أن البيئة قد تؤثر في الإنسان وفي طبيعته فهذه ابنة أبي جهل كانت قد تربت في بيئة معينة وهذه ابنة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ده الصحابة كل يوم تربوا كده أيوه ماشي كل الصحابة أولاد كفار أيوه ماشي بس أيوه سيدنا أكرمة ابن أبو جال ده أكرمة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عارفين زعيم المناحقين على مر التاريخ أحكام دي في أشخاص لا يربطهم علاقات علاقات أخوة بس في الدين لما دخلوا في الدين بقى لكن دي هتبقى سلفتها في البيئ تحت رجل الواحد لن نجوز واحدة بنت عدو هذه خصوصية لم يجمع عليها مش هنستدل بجوازات النبي علشان بيقولك دي خصوصية وده تشغيب مطلوب كلام مقبول طيب لكن أنا يهميني هنا القياس المثل بقى قياس المثل هل يجوز أني أعترض أني جوز بنتي يتجوز عليها طبعا ولا لا يجوز طبعا أبو بكر الصدير طبعا لأنه مسها بضرر طيب طب أباحته أباحت طب أنا مش موافق على الإباحة ليس كل مباح متاح يبقى ده تقييد مباح طبعا تمام بعدين فيه شرط لازم يشترط في الزواج ما لا للرجل وللمرأة أنت شترت في الزواج ما ده عندنا دي قواعد سبتة في الجواز طب فيه ملحظ ممكن أسألكم عليه يعني أنت بتقولوا أنه دلوقتي متاح تقييد المباح أيوا أيوا أو عدم الأخذ بي صح أيوا تقييده 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 أو عدم الأخذ بي يقيد لو أن في اتساعه لا بسيكي ما بتشعر عدم الأخذ بي تشعر برفضه مش عدم الموافقة عليه أنا مش عدم هو مباح أنا مش عايز شير بيقولك ليس كله مباح متاح آه فيعني كل حالة مختلف كل واحدة مختلف حالتها عن التانية واحد عايز اتجاوز عشان ايه اسباب زواجه عشان نقوله اولا لا واكاسر خامسة بقى انا عاوز اكله الطبيب قال لي لا الاكل خطر مثلا انا عاوز اسأل سؤال ما كانش ممكن انا باسأل انا مش باقترح انا باسأل عشان ما حدش يفن كلامي غلط ما كانش ممكن سيدنا علي حل المشكلة انه يعمل كده في السر ازاي عملها ازاي سيدنا علي فهموني ما انا الشيخ خالد سأل سؤال من الاول قال هو سيدنا علي لما راح يخطب بنت ابو جهل هل استأذن رسول الله اولا استأذن رسول الله اولا لا لم يستأذنه لم يستأذن نبيه صلى الله عليه وسلم لانه امر مباح كان عادي بالنسبة لك المهم عمله في العلن اه في العلن راح يتقدم علني لكن معاملش حاجة سرية خدوا بالكو بس يا جمال اللي بيبيح لنفسه يقولك انه هعدد اه بس في السر مش نزم عشان احاسيسه عشان مجرحش احاسيسه لا اجرح منكش ده هذا الكلام مخالف للشرح لان سيدنا علي شوف الكرامة شوف الرجولة لم يسمح لنفسه او لم يسمح له الشرح انه يعمل هذا في السرح قال لي سيدنا فاطمة ما هو ايه سبب من القصة كلها ان سيدنا فاطمة رحت النبي على السلام تبكي وتقول له ايه ده ده علي هيتجوز فلانا يبقى الراجل راجل بيعلب ذلك كان معلب زكتور العام لانه الاحكام الشرعية بيعني في الخفاء لا لا في رواية كمان يا دكتور سيد الله يستركم في الحديث انه هم بنوا في شام دول انه بيقول استأذنوني في ان ينكحوا ابنتهم لعلي فاني لا اذن شوف المجتمع المنور شوف شوف الرواية دي جميلة اوي منور كله بوضوح انت جميلة اوي مع ان ابو جالك تخيل الرواية في رواية كده استأذنوني ايه نعم طبعا انا بقوله هو فاني لا اذن انا مش موافق طيب الامر التالت انه يجوز يجوز ترك المباح لعدم الرغبة النفسية فيه او لعدم تشهيه ايه نعم او لعدم الارتياح الى وقوعه نعم وده الكلام لا يلام عليه احد وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ستسلم وايضا فيها فائدة فائدة رابعة وهي مكانة الابنة عند ابيها وخاطر الابنة عند ابيها الحقيقة خاطر كبير خاطر مسموع ومقبو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبتين لابنة ابي لهب عطبة وعطيبة يعني السيدة الرقية والسيدة ام كلثوم اما كان قد عقد عليهم اما كانت مخطوبتين نعم ولما نزلت الرسالة ونزل الوحي الشريف أدخل الحزن على قلب محمد سيبوا بناته ربنا سبحانه وتعالى شايل للسيدة رقية سيدنا عثمان سيدنا عثمان كان أسخى الأسخياء لم يكن أغنى الأغنياء وعمره كان في الوقت لشان تعرف المباحث كان تمشيت زي في الصحابة سيدنا عمر بن العاص كان في سنة 30 وكان جدا سيدنا عثمان بن عفان كان 34 سنة ولم يتزوج بس ما تجوزش يا شاء الله يعني حضرك عرف أنت بتقول ليه فلاني كانوا بتجوزوا بدري لا بدري ومتأخروا في الوسط من حزم الظاهرين ما تجوزش لا عالم الزواج يعني له شأن آخر احنا عندنا العلماء العزابي الذين آثروا العلم على الزواج كثيرا لكن يا أبو غد له كتاب في هذا المستدر أي هو العلماء العزابي الذين آثروا العلم على الزواج وده أصل لهم شؤون والله يا بختهم لهم علا أنا رأي يا بختهم نعم بصراح لا لا انت شكلت خايف يا دكتور سايف العزوبة أنسبوا للعلم أنسبوا للعلم وللعلم ليه كده يا دكتور رأي أنا علم بصراحة هذا قطع من يا دكتور سايف يا سيدي هذا قطع هذا قطع هذا قطع من يا دكتور سايف طلع لا يا سيدي هذه ليست دعوة مني يا سادة العلماء أنهم يتعلم لكن أنا بأقول أن فترة العزوبية التي يعيش فيها الإنسان منفردا حينما يكون يعني واحد عاشق للكتب زي مولانا يعني الكتب أصار في الزواج من دلوقتي عادي يقول لك استخرج من كل حديث نقوله واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرين ده خلاص ده بقى دأبه زي دأب الجماعة العلماء اللي احنا بنقعد نقرأ لهم في أمهات الكتب يععد الإمام بن حجر عسقاني يقول لك أو الإمام القرطبي يقول لك وفيها ست وخمسون مسألة هيك آية واحدة يقول لك وفيها ست وخمسون مسألة الأولى الثانية الثالثة ويقعد يعيد مولانا الشيخ خالد قصب أكيد كل ما رحت فينا لو هام على وجهه وقعد يشرب مولانا لو هام على وجهه في العلم وانشغل به ولم ينشغل بهذه الفكرة أساسا جاز له جاز له زي لكن لو اضطرب فؤاده لا 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 ولم يسكن عاقب أنا مرطش عند العالم اللي يتصرف فؤاد لا بسمحولي أترك السؤال ده للسادة المشاهدين أي الأمرين لا الحج والزواج أي الأمرين بلاش العجوبية يا مولان الحج ولا الزواج مش العلم ولا الزواج الحج ولا الزواج لا نتعزل حلقات في المواضيع نعم الحج ولا الزواج العلاقة الآن بين سلسلة في الأفضل والمفضول وأيوهما يقدم على الآخر ويبدو أن ذلك العلم لن تنتهي أواصره إلا بمناقشته ومجالسته ومعايشته نترككم بين صفحات العلم وبين أهل هذه الصفحات والسطور النيرات ونحن نسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا وكما قال ربنا وهو يعلمنا وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسن واغفر لنا وللسادة المشاهدين وصلي لهم وصلي وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته